فقراتنا مسار درب الأردن هالمسار اللي قبل سنوات بدأ العمل فيه مجموعة من المتطوعين وبال2015 تم تطوير هالمسار من خلال جمعية درب الأردن اللي أقيمت خصيصا لهالموضوع وأصبح منتجع سياحي مسار درب الأردن واللي طبعا هالهدف منه هو دعم السياحة أردنيا دعم روح المغامرة لدى المواطنين والسياحة اللي بيحبوا أن يمشوا مسافات طويلة بالبراري أو المناطق السياحية جمع 52 قرية أردنية ابتداء من أمقص وصولا للعقبة وما زال التطور بهالمسار من خلال جمعية درب الأردن مستمر الأهم من هذا كله أنه مسار درب الأردن حصل على أفضل وجهة سياحية في العالم لسنة 2018 على هالموضوع لا نعرف أكثر عن المسار وجلالة الملكة رانية اللي تواجدت فيه ومشيت في مسار درب الأردن من خلال استضافتنا للسيد بشير الداود مدير عام جمعية درب الأردن أهلا وسهلا فيك سيد صباحا أنا حاولت أن أحكي معلومات أدما بعدما قرأت على هالمنتج العظيم ولكن خلينا نحن وإياكم مشاهدين ننتقل لفاصل وبعدها بنواصل حديثنا عن مسار درب الأردن إذن مشاهدين أفاصل ونواصل إذن مثل ما حكينا مسار درب الأردن اللي حصل على أفضل وجهة سياحية بالعالم في سنة 2018 من قبل مجلة ناشونا الجيوغرافيك هالمجلة اللي تعنى بالمناطق السياحية بشكل عالمي ما بين 21 وجهة سياحية حصل هو على أفضل وجهة نعم هذا خبر يعني يضاهي إذا بتتذكر ب2007 كانت اختيرة البتراء البتراء نعم كأحد عجاب الدنيا السبعة الجديدة مجلة ناشونا الجيوغرافيك طبعا تقرأ من ملايين في العالم طبعا تلي واحد مليار على الموقع الإلكتروني تقريبا واحد مليار أربعمائة مليون بالسنة نعم نعم تقرأوها والمجلة المطبوعة ملايين توصل للعالم كله نعم فهذا يعني إنجاز للأردن قبل كل شيء يعني وإنجاز لدرب الأردن وجمعية درب الأردن وكل من ساهم طبعا في رفع مستوى السياحة في الأردن نعم طبعا زي ما تكرمت بالبداية طبعا من دعم الموضوع وساهموا في هذا الموضوع جلالة الملكة إيرانيا المعظمة اللي شرفتنا بالبتراء وشاركتنا بالبتراء نعم وقت مسير درب الأردن كامل نعم 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 وشرفتنا وقتها في فضانة وكان يعني حدث رائع اللي طبعا انتشر في الصحف العالمية والمحلية وطبعا والجهود الكبيرة لوزارة السياحة بمثال بوزيرة السياحة وطاقم وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة نعم نعم داعمين طبعا لمشروع درب الأردن نعم بلشت الفكرة قبل سنوات من خلال متطوعين بممشا عشان نوضح للمشاهدين أكثر ممشا أو مسار بين القرى أو بالمناطق السياحية وبالبراري وتطور هذا الممشا خلال سنوات وخاصة بال2015 من خلال جمعية درب الأردن لحتى يجمع 52 قرية أردنية من أمقص للعقبة الفكرة هي دعم روح المغامرة للسياح والمواطنين وأيضا دعم السياحة المحلية بالأردن إلى أن وصلته لأفضل وجهة سياحية خبرنا أكثر عن المسار إلى أي مدى تم تطويره شو الخدمات الموجودة فيه وين راح توصله بالنهاية تمام تقريبا أجملتي المشروع هو ربط مسارات قديمة أصلا موجودة في الأردن هو أردي فيه فيه مسارات دائما يجب أن نحكيها نفرطة شوي في الأردن من مسارات في الشمال في الجنوب في الوسط وتم ربطها بمسارات جديدة لتوصل لمسار طويل مستمر من أمقص للعقبة بطوزة 150 كم طبعا زي ما اتفضلت أخذ سنوات بجهود متطوعين أردنين وجانبه ومجتمعات محلية لربط هذا المسار كامل فهو جهود وطني طبعا بمورة زي ما اتفضلت بـ 52 قرية طبعا الدرب الأدن هو درب ماشي والمشي هو يشكل جزء كبير من المغامرة يعني الناس يشكل مغامرة اللي هي نطمي البراشوت أو التسلق هذا جزء بسيط لكن المغامرة أيضا هي المشي هي تذوق الأطعم اللي في المجتمعات المحلية في القرى الطبيعة يعني هذه كلها مغامرة طبعا أي إنسان قادر يمشيها هو هذا الدرب متاح ومجاني للجميع للأردنيين وللأجانب فهذا كان الهدف أن نكون نخلق الدرب طويل مستمر لمدة 35 يوم إذا بدك تقطعيه كامل 35 يوم 35 يوم ألا 40 يوم نعم 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 أو أنه ممكن يعني إذا أنا يمكن شهرين لا بالعكس بجزء 25 يوم فممكن برضو تمشي فيه جزء بسيط يعني ساعات معينة هو مقسم نزمها تفضلنا إلى 35 قسم نعم فطبعا هذا بدعم المجتمعات المحلية بطريقة مباشرة نعم حيث أنه أي واحد بده يمشي طبعا بحاجة لأكل والشرب والمبيد نعم فمن وين بده يجيبت شغلتين من المجتمعات المحلية نعم وهذا كانت الفكرة أنه تصب دخل مباشر من السائح للمجتمع المحلي تم تواصلكم مع المجتمعات هاي الأول قرى وترتيب بعض الأمور يعني لدعم الخدمات هل هناك إقبال من قبلهم؟ الحب وضح يعني بدون دعم المجتمعات المحلية لن نستمر الدرب نعم هم اللي بدعموه هم اللي بقدمو خدماته فطبعا تواصلنا مع من 52 قرية نعم عملنا دراسة كاملة حصوص درج قريبا يعني وتسلم موزاة السياحة عن الفرص العمل الموجودة في كل قرية من هاي 52 نعم طبعا في المستقبل لما يتطور كامل الدرب بالخدمات اللي فيه منبلش نعمل اللي هم مسارات فرعية اللي تشمل قرى أكثر نعم وهذا الكلام طبعا من هون لثالث أربع سنين إن شاء الله بشمل أكثر قرى وشوي شوي بتزيد عدد القرى اللي بتدخل فيه مسار درب الأردو حالو حالو يعني فهمنا منك أنه خلال 35 أو 40 يوم في خلال السائح أو المواطن اللي عم بيمشي بهالمسار بده يلتاح بده يأكل بده يلاقي محل المبيت من خلال المجتمع المحلي مش من خلال مخيمات أو إقامة المخيمات هم يعني أنت ممكن تحملي خيمتك على كتفك تنشي نعم بس ممكن الخدمة الطعام الشراء بيوفر لك إياها نفس القروي يعني هو بيجيك على المخيم طيب إحنا عم نشوف فيديو نحنا وإياك بشير خلينا إذا بتحكي لنا شوي على الفيديو اللي عم نشوفه نعم هذا فيديو تم إنتاجه من شركة عالمية نعم وحاز على الجائزة الأولى في مؤتمر أرجنتين المغامرة حلو وطبعا تم التصويت عليه من قبل الأردنيين والأجانب على أنه يحصل على الجائزة هاي نعم وطبعا هو بشرح لك بشكل عام عن درب الأردن إيش ممكن تجدي فيه يعني من المجتمعات المحلية من البدو من القرى حالو ويشرح بشكل عام يعني عند درب الأردن وهذا طبعا برضو فاد بكل الجهود هاي فادت أنه نحصل على يعني من خلال أيضا المسير بمسار درب الأردن ممكن للسائح أو حتى المواطن أنه يتعرف على كل قرية طاقة ليدها وأكلاتها وإلى آخر يعني أنت بتدعم كمان الأمور السياحية والتراثية بالمملكة سمعت أو خلال حديثنا تحت الهوى حكيت لي أنه فيه مشروع إقامة فعالية ماراثون بمسار درب الأردن قريبا خبرنا عنها مش ناسي على المواطن هلأ إحنا طبعا فيه فعالية من قدمها سنويا اللي هي مسيح درب الأردن كامل طبعا السنة الجاهية ب2-3 وتبلش ولكن قبل فترة قبل السبعين هيكون المشاركين محليين محليين وأجانب يعني آخر واحد انتهى بـ 15-14-5 وكان عدد مشاركين 200 مشارك 80% منهم أردنيين الفكرة الجديدة أنه فيه تصل فينا العدائي الأردن محمد الصويتي وكان حابب يركض درب الأردن طبعا بالنسبة لنا الفكرة كان شوي غريبة أنك تركض درب لأنه صعب شوي يركضه مش يسهل يعني فيها مناقق سهلة ومناطق صعبة ولكن التركضي صعب شوي وبنفس الوقت اتصل فينا واحد بريطاني أنه يركض درب الأردن فجمعناهم مع بعض وتحت رعاية معاني الوزيرة تم إطلاق أول شيء وهو ركض درب الأردن فهم الثانين أول تنين بركضوا درب الأردن وركضوه بـ 13 يوم زي ما قلت لك هو 35 يوم بده ماشي فـ 13 يوم وكان إنجاز عظيم طبعا للأردن ولي شاركوا وبلشت نواة فكرة نخلق فعالية جديدة اللي هي أطول ألترا مراثون في الشرق الأوسط والوطن العربية أمتى رح ينتظر إن شاء الله بشهر 10 و11 سيكون طبعا نحن نعمل الدراسة بأفضل وقت للركض وطبعا ننشر عالميا ويشي مشاركات عالمية وبسيط تحدي من يمكن يخلص درب الأردن أسرع وطبعا يستمتع بالطبيعة اللي إحنا موجودة عنا طبعا إحنا بنا نحكي إنه لقيته دعم من اليو اس ايد في البداية ومن وزارة بنهاية تنشيط السياحة قبل ما نحكي لوين بدي وصل درب الأردن شو رؤية المستقبلية إلو حكيت لنا عن أهدافه بشكل سريع هل هناك خرائط للسياح اللي حابين يمشوا أو المواطنين خرائط معينة للدرب لحتى تسهل لهم الأمور خدمات معينة في الطريق شو وفرتوا لهذا طبعا في موقع على الجمعية موقع درب الأردن جودنتريل.org بتخر عليه السائح الأردن أيضا ربطتوا مع مكاتب السياحة نعم نوصل لها فيه بالموقع كامل التفاصيل التي تلزم أي إنسان يحب يمشي درب الأردن من خرائط طوبقرافية ممكن نعملها داملود أو تنزيل من إحداثيات الساتيلايت موجودة كيف يمكن نمشي مباشرة مع النصائح كاملة عن السلامة العامة ومع مين يتصل إذا ساعة واجهة ومشكلة مع مين يتصل إذا بدي يأكل أو يشرب بدي ينام نعم فهذه كل المعلومات بالتفصيل في موقعنا على جميل الإنترنت نعم موجودة وطبعا صفحتنا بالفيسبوك نعم درب الأردن فيها تفاعل كتير حال ودائما نحط نشاطاتنا ومنشجع الجميع طبعا يعني يعني عملها لايك ويبدأش يشوف شو درب الأردن درب الأردن وإعلامه عالميا اللي هو التواصل مع مكاتب السياحة في الأردن اللي هي طبعا ممكن تعمل عملية دمجه في برامجها أو تخلق برامج جديدة للسواح منتج جديد منتج المغامرة وصار في إقبال من مكاتب السياحة وإن شاء الله بخلال السنة القادمة حيكون تواصل أكبر واجتماع أكبر وتواصلنا طبعا مع جمعية وكلاء السياحة الأردنية وجمعية السياحة الوافدة عشان نظم هاي الحلقات إنه تعريفهم بالزبط وين الخدمات موجودة وكيف ممكن يبيعوا درب الأردن حلو بالنهاية لو تخبرنا عن اللؤية المستقبلية لألكم شو الخطة المستقبلية بتطوير هالمسار طبعا ممكن عندنا خطة خمسية تم وضعها من نهاية الدارة وهذه الخطة هي هاي السنتين القادمتين هي سنتين التضخم أو النمو الأكبر للجمعية وأهدافها اللي هي تطوير الخدمات الموجودة على درب الأردن بالتعاون طبعا مع الجهات الداعمة ومع المجتمعات المحلية اللي هي تطوير خدمات المبيت وشراب والطعام في خدمات صحية كمان طبعا هي تنتبتعلم في كل قرية فيها ملاكة صحية وطبعا نوقعنا إحنا جديد مع الإسعاف الجوي إسعاف مجاني لأي حادث بالصير طبعا هو ما صاريش الحمد لله إلا إحتياج والأرقام موجودة طبعا على الموقع الإلكتروني لأي إنسان حاب يعني يأخذ الإحتياطات الكاملة حالة وطبعا الهدف بالنهاية أنه يكون الدرب الأردن كله مخدوم ومعلم اللي إحنا علمنا أول مئة كيلومتر ممكنك تمشي بدون خارطة وبدون جي بي أس على العلامات على الأرض وبتعاون مع المجتمعات المحلية جميل وبالنهاية إن شاء الله بتعلم 650 كيلومتر بصير مفتوح أكثر للعالم إحنا نتشكر وجودك معنا ونتمنى لكم كل التوفيق وألف مبروك طبعا كأفضل وجهة سياحية كمنتجة سياحي مسار درب الأردن من قبل مجلة ناشنال جيوغرافيك شكرا لوجودك معنا شكرا لك مبروك شكرا للمشاهدة